أول وحدة هنعملها مع بعض هتكون جراتان القدار عندنا الكريمة بتاعة الجراتان هيكون أربع معالق كبيرة زبدة واحد ونص كوب بصلة مفرومة تلات فصوص طوم مفروم اتنين كوب لبن واحد كوب كريمة وتلاتة ورق لورو اتنين معالقة كبيرة زعتر فراش تلاتة اربع معالقة صغيرة جستيب واحد ونص معالقة صغيرة ملح وتلاتة صفار بيت بالنسبة للخضروات نفسها عندنا 500 جرام بطاطس تكون معالقة شرائح رفايا 500 جرام بنجر شرائح 500 جرام بطاطا شرائح و500 جرام أرعسل شرائح عندنا 300 جرام جبنة تشادر وعندنا ملح وفلفل طبعا حسب الحاجة هنبتدي بالكريمة لانها هتحتاج تقعد شوية مع البهرات والتوم والوراق اللورو والبصل تاخد طعم منهم وبعد كده هنصفيها وحنحط بس الكريمة من غير كل الحاجات اللي فيها فوق الخضروات هحط البصل مع الزبدة احنا بس عايزين البصل يدبل لان هو اساسا مجرد بس يدي طعم للكريمة هنحط بقية المناكهات عندنا التوم الزعتر جسد الطيب ملح فلفل وورق اللورو هنقلبهم مع بعض كده كفاية خالص بس ونحط الكريمة واللبن وحنسيبهم مع النار لحد ما يبتدوا يغلوا سفار البيض هنحطوا معاها بس بعد ما نشلها من على النار اوكي زي ما احنا شايفين خلاص الرب يغلي فحشيلوا من على النار واحط شوية من اللبن والكريمة السخنين مع ووبس مع سفار البيض علشان ما نحطش السفار في الكريمة السخنة على طول علشان ما يتحولش الى اوملت وانا عايدة بس ادوابهم ده اسمه تامبرينج بنحضره انه هو لما يتحط على حاجة سخنة ما يتكتلش ونقلبهم مع بعض وحنسيبها الكريمة تتشرب النكهة من كل المنكهات اللي احنا حطينها معاها لحد ما نبتدي نرس التوجن بتاعنا اللي هنعمله بعد كده جراتان زي ما احنا شايفين عندنا اربع انواع من الخضروات عندنا بنجر هنبتدي به لان البنجر طبعا هينزل اللون فلو حطنا فوق الجراتان كله هيبقى لونه بلون البنجر فالبنجر هنحطه تحت خالص وحندرج الالوان طبعا كل واحد زي ما يحب واحنا هندرجها من الغامق للفتح فهنبتدي نحط البنجر في الجزء اللي تحت خالص من التاجن بتاعنا وزي ما قلنا لان البنجر بيطلع لون جامد هنحاول نخلي اللون على قد ما نقدر يقف عنده او على قل في الطبقة اللي فوقه على طول بان احنا هنحط جبنة لان جبنة دي لما هندخلها الفرن هتسيح فوق البنجر وممكن تعمل على قد ما نقدر طبقة عزلة عن بقية الطبقات علشان ما تتلونش كلها بلون البنجر ونحاول نغطي كده البنجر على قد ما نقدر بالطبقة بتاعة الجبنة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هنحط اللون اللي بعد كده عمدنا البطاطا لونها بورتقاني بعد كده طبقات الجبنة اللي فوق دول ممكن تبقى خفيفة لان احنا مش قلقانين ان حاجة منهم تطلع لون دول مش بيطلعوا لون فنحط شوية جبنة بعد كده القرى اللون الافتح ونحط شوية جبنة كمان ومنكترش جبنة في الطبقات دي علشان ما تبقاش الطاجم بتاعنا ما يبقاش مالح زيادة لان الجبنة طبعا مليانة مالح هي بس الطبقة اللي فوق البنجر اهم حاجة واخر طبقة اللي هي طبقة البطاطس ومتالي الاولاد برضو ممكن يبسطوا عشان الوان مختلفة ومتدرجة ويعني حاجة تبسطهم شوية وتخليهم يتقبلوا ان هما يكلوا خضار خصوصا خضار زي البنجر وقرع العسل كمان مهم قوي والبطاطا فان شاء الله كده الوصفات اللي هنعملها مع بعض تحببهم في اكل الخضار اوكي وهنحط اخر طبقة من الجبنة اوكي كده الطاجن بتاعنا جاهز دلوقتي هناخد الكريمة ونصفيها من المنكهات اللي فيها وحناخد الكريمة ونحطها فوق الخضار اللي مش عايز يستعمل كريمة او لبن ممكن نحط مرأة لكن طبعا الكريمة واللبن بيدوها طعم غني وان شاء الله تعجبكم ودلوقتي هنحطها في الفورن على درجة حرارة مية وستين او مية وسبعين وهتقعد في الفورن حوالي خمسة واربعين دقيقة اشتركوا في القناة